وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدُ مُسْسِسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلْ يَوْمٍ أَحَقْ وَإِنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ يَتَقْهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطْحِّرِينَ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَلِدْوَالٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاجُوا بِنْهَارٍ فَانْهَوَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه عقوا بالتوراة والإنجين والقرآن ومن أوفى بعهدهم يا الله واستوشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحابدون السائحون الوادعون الساجدون الآمنون بالمعروف آمنون بالمعروف وأنهون عن المنكر والحابدون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغبروا للمشركين ولو كانوا ليقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه أعدو لا يتبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليبلغوا من بعد إذا داهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأودي حي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة عشرة من بعد ما كاد يزيع قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا أتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجى من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يغربوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يخيذوا الكفار ولا ينالون من عدو النيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يديع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كيفة فلولا نفر من كل برغة منهم طائبة ليتفقهوا بالدين ولينزروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين آلونكم يا الكفار وليجدوا فيكم غنظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سوعة فمنهم من يقول ويكم زادتوا هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستوشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سوعة النظر بعضهم إلى بعضه هل يراكم من أحد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم وسر من أنفسكم عزيز عليه ما يعنتم حريس عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمرا تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى وجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربك الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيعا إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه موجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة والذين كفروا لهم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكترون والذين دعا الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق تفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله بالسماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يوجون نقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون لأن الذين عملوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في دنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتعية بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس شوى استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجل فندروا الذين لا يوجون نقاءنا في تغيانهم يعملون وإذا مس الإنسان الدمو دعانا لدمه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا أن يدره من وكأن لم يدعونا إلى دون مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما يظلموه وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا يؤمنوه كذلك نجزر قوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف من الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني خاف عشيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضوهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم بالسماوات ولا بالأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوه ولولا كلمة سبقت من ربك لقذي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد الغراء مستهم إذا لهم مكروا في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون وَالَّذِي يُسَيُّرُكُمْ بِالْبَرِّ وَالْبَحْ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ بِالْفُلْكِ وَجَوَيْنَ بِهِمْ بِيْعٍ طِيبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَنْسِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْدُ مِنْ سُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ كُحِيْطَ بِهِمْ دَعَهُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ لَإِنْ أَنْدِيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ لِذَا هُمْ يَبْعُونَ بِالْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْمُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُنُوا الْنَّاسُ وَالْأَنْعَابِ حتى إذا أخذت النور بزغرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادلون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تعنا بالأمس فذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى سراط مستقيم للذين أحسن حسنا وزيادة ولا يرحق وجوههم قتا ولا زلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا سيئات جزاء سيئة بمثلها وترحقوا ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكذا بالله جهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين فنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون قل من يردقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يذبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلك الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك عقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يا حق أن يتبع أم من لا يهديه إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من العق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن وإن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفشدين وإن كذبوك فقل ليعملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع السم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تتهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم آشر كأن لم يلبسوا إلا شعة من النهار يتعرفون بينهم ودخسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين فإما نرينك بعض الذين عدوا أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قدي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضررا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أدل إذا جاء أدلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أعيت من يتاكم عذابه بيادا أو نهارا ماذا يستعدل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعدلون ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخز هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما بالأرض لا افتتت به وآسروا الندام ترمى ورأوا العذاب عقدي بينهم بالخشف وهم لا يتلمون ألا إن لله ما بالسماوات والأرض ألا إن وعد الله يعقوا ولكن أكثرهم لا يعلمون ويحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاتكم موعظة من ربكم وشفاء لما بالسدود وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أعيتم ما أنزل الله لكم من رسخ فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أدنى لكم مع الله تفترون وما ظن الذين أفترون على الله الكذب وما ظن الذين أفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليهم شودا إذ تفيدون فيه وما يعد بعربك مسقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم المشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرى لا تبدين لك كلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون لولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخسون والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتوى الله ولدا سبحانه هو العلي له ما بالسماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين أفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نزيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكبون واتلوا عليهم نبا نوح إذ قال لي قومي يا قومي إن كان أكبر عليكم مقابي وتذكيري بآيات اللعبة على الله توكلت فأدمعوا فعلى الله توكلت فأدمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قدوا إلي ولا تنظرون فإن توليدوا فما سألتكم من أجر من أجر إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه بنجيناه ومن معه بالبلك وجعلناهم خلائف وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبعوا على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعده إنسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجنبين فلما جاهوا الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين ظلموا ستقولون الهق لما جاهكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أدئتنا لتلبتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء الساحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما دئتم بيسحر إن الله سيبطله إن الله لا يشرح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كري المجرمون فما آمل لموسى إلا ذرية من قومه على خوفهم من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعار في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا بتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا آل قومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وقال قد يجيب الدعوتكما باستقيما ولا تتبعني سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قوي وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ سجق ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا به يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله وتكون من الخاسرين من الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وفي الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان الناس إلا أمتا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله واجعلوا الرجس على الذين لا يعقدون قل انظروا ماذا بالسماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون مثل أيام الذين قلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم يا المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك عقوا علينا ننذي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجاك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ولا ينفعك ولا يدعك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بدر فلا كاشب له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلب إنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب محكمت آياته ثم بصرت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أدن مسمى ويأتكوا الذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات السدور صدق الله العظيم